ونقاشي ووصله مع ضيفي سيد حسين خلدون المكلف بالأعلام على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني أهلا بكم سيد حسين خلدون شكرا على السيارة العفوة إذن كما استمعنا الآن لسيد جمال ولد عباس التقرير النهائي لتعديل الدستور قال سيثمن أشياء جديدة جميلة حملها الدستور أو تعديل الدستوري والتي جاءت في إطار الإصلاحات التي تشهدها البلاد أمتم كيف ترون ربما تصويت على الجلسة غدا إن شاء الله خلق على المشروع تعديل قانون الدستور الجديد عفوا هل سترون أنه سيمر بأريحية أم أنه ربما الأطراف التي أعلنت مقاطعتها المشاركة في التصويت كيف ستؤثر هذه المقاطعة على التصويت شكرا بعد بسمنا الرحمن الرحيم تحية لك وتحية لمشاهدي قناة النهار شكرا على الاستضافة وفي البداية لابد أن ننوه أنه لأول مرة يحدث على مستوى البرلمان الجزائري بغرفته وأنه تمنح الفرصة للكتل البرلمانية بما فيها المعارضة بأن تقدم رأيها في تعديل الدستور هذه الفرصة السالحة أعتقد كما ذكر زميلي وأخي سيجمال العباس لزابسانت جورتور يعني في الحقيقة المعارضة فوتت فرصة لأنها تبدي برأيها أمام رأي العام الجزائري وحسبيا نقول بأن الحضور وتصويت سواء بنعم أو بلا هو أداء واجب وطني تجاه الدولة الجزائرية وتجاه الشعب فنحن في جبهة التحرير الوطني نرى بأن عملية التصويت غدن ستتم طبعا بأرياحية الوعاء الانتخابي الإيجابي بما فيه يعني جبهة التحرير الوطني التي تمتلك أغلبية أو حوالي 60% من الوعاء الإيجابي الذي سيصوته بنعم إلى جانب إخواننا في التجمع الوطني الديمقراطي وفي كطلة الأحرار وكذلك في التشكيلات السياسية الأخرى الداعمة لموقف جبهة التحرير الوطني والمساندة لبرنامج الرئيس الجمهورية ستتجاوز السقف أو النصاب المحدد في الدستور وهو 3 أربع أي سيفوق بكثير لعدد 450 صوت يعني هذا مؤكد اثنين فيما يتعلق بالكلمة التي ستمنى حول المعارضة نحن نرى بأن هذه فرصة لأن النص يعرض بدون مناقشة وأن أي نقاش لا يفضي إلى أي تعديل أو أي تغيير لا إضافة فاصلة ولا حذف فاصلة ولكن الفائدة من منح الكلمة لرؤساء المجموعات البرلمانية معارضة وموالات هو قد تساعد اللجنة عندما توصيغ تقرير تحريرها قد ترفع توصيات إلى سيد رئيس الجمهورية تكون مرفقة بالقانون المتضمن تعديل الدستور وقد تساعد هذه التوصيات في المستقبل عندما يحين الوقت للنظر أو لسن القوانين العضوية وغير العضوية التي ستجسد أحكام الدستور الجديد فهذا شيء جديد شيء نثمنه عاليا نعم ذكرتم أو قلتم على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني بأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاءت متماشيا مع المطالب التي رفعتمها لكن ماذا عن المادة الواحدة والخمسين التي أطارت جدلا على الصحة الوطنية في ميخص اعتلاء المناصب السامية في الدولة كيف ربما سيتم التعامل مع هذه المادة؟ صحيح هو الدستور الجزائري وليس المادة الواحدة وخمسين الدستور في مياه وثمين وثمين مادة وبالتالي حصر النقاش في المادة وخمسين أو في فقرة من المادة وخمسين نعتقد أنه مبالغة من طرف بعض الأطراف هنا وهناك نحن في جبهة التحرير الوطني نؤكد بأنه عندما تم الكشف على المحتوى للوثيقة بعدما مرت على اجتماع المجلس المصغر الذي أشرف عليه فخامة الرئيس كانت في شكل مشروع تمهيدي كان الأخ الأمين العام سيد عمر سعداني قد رفع التماس إلى فخامة الرئيس الجمهورية يعني يطلب منه إمكانية مراجعة سياعة الفقرة 2 من المادة بتحفظات التي أشرنا إليها سابقا منها تعارض هذا الفقرة مع روح المادة 24 من الدستور كذلك يعني الأصل في الحقوق أنها مساوات والاستثناء لا يكون استثناء هكذا في فقرة في الدستور وهذا لا يعني أن الدولة ما عندهش الحق باش تضع قوانين تحددوا تحديداً دقيقاً أمام هذا التوضيح الذي رفعه عفونا سيد حسين خلطون أمام هذا التوضيح الذي رفعه سيد عمر سعداني ربما نقارن بينه وبين تصريحات الأمين العام بنيابة للأرندي سيد أحمد وياحيا قال بأنه اللي حب ربما ما تشملوش هذه المادة عليه لازم عليه أنه يضحي حتى يعتني مناصب سامية في الدولة شكراً ونحن الآن لسنا بصدد جدل ما بين جبهة حلوطاني وتجمع الوطني الديمقراطي بخصوص هذه النقطة تحديداً أنا نقول باللي الدستور بجميع مواده هو دستور الجزائر لا لسنا بوضع جدل ما بين الأرندي والأثنان وإنما فقط لتوضيح أراب مختلف فعلي في طبقة سياسية سأوضح ذلك قلت بأن الدستور الآن رغم المساهمة تعجبت حلوطاني وكثير من الاقتراحات نقدم لها وراهي مدرجة متكفل بها في الوثيقة هذا لا يعني أن الدستور ينبغي أن يعكس ما تريده جبهة حلوطاني أو ما تريده تشكيلة سياسية أخرى في الدستور في الحقيقة كل الطبقة السياسية وكل الفاعلين وكل السياسيين وكل الطبقة حتى عندما نتحدث عن الأطراف التي شاركت في المشاورات ليس فقط عزب سياسية فهناك شخصية وطنية هناك خبراء هناك كفاءات هناك شخصية المجتمع المدني فالأصل أن ما تتضمنه الوثيقة تعدد السور هو انشغال الأمة انشغال الشعب الجزائري بجميع أطيافه إذن نحن هنا ما نحب أن يحصل النقاش في مادة أو في مهي الأحكام التي حطيناها أو ترفضت أو العكس فأعتقد أن المادة 51 تكفل بالمراحلات التي أبدأنا بشأنها تكفل بها فخمة الرئيس وكانت حضيت بصياغة جديدة أي أدرجة فقرة في ذيل هذه المادة تحيل على البرلمان وتمنحه صلاحية البت في هذه المادة أي بوضع قانون يحدد تحديدا دقيقا المناصب التي لا يمكن أن تسلد لمزوجي الجنسية ونحن قلنا نقوص صغير قلنا من حق الدولة أن تضع استثناءات أن تضع استثناءات فيما تراه مناسب يعني خدمة الصلاح العام المصطحة العليا تقتضي أن نضع استثناءات وقد تسري هذه الاستثناءات ليس فقط على مزوجي الجنسية بل قد تسري حتى على أحدين الجنسية إذن أعتقد أن الحوار حيز أكبر منه المادة 51 سيقول الاختصاص إلى البرلمان إن شاء الله بعد مرور الدستور وستكون لجبة التحرير الوطنية التي تمتلك الأغلبية في البرلمان الكلمة حينما نضع هذا القانون الذي سيحدد المناصب التي لا تمنح لمزوجي الجنسية نستبق الحدث الذي لا يزال يفصلنا عنها ساعات قليلة فقط سيد حسين خلدون نتحدث عن التدخلات التي سيلقيها رؤساء الكتل البرلمانية سيقدمون التدخلات تقريبا لمدة عشر دقائق يعني ستأخذ ربما بعين الاعتبار في إعداد القوانين العضوية بعد التعديل الدستور فرأيكم هل ستأخذ تدخلاتهم أو مقترحاتهم بعين الاعتبار؟ هو كما ذكرت ذي سابقة وإيجابية ونثمنها حتى يتمكن الشعب الجزائري ورأي العام المعرفة مواقف التشكيلات السياسية من خلال المدخلات التي سيتفضل بها ورؤساء المجموعات البرلمانية هذه هي واحدة اثنين أنا قلت باللي من ناحية القانونية هو المشروع غير قبل النقاش ومعنى النقاش الذي سيفضل إلى إدخال تعديلات على المشروع هذا غير وارد تماما ثم أن المدخلات سواء كانت مولاة أو معارضة ممكن أن تتبنىها اللجنة في التقرير الذي سيعرض على جلسة التصويت ويمكن أن يرفع مرفق بالقانون المتضمن تعديل الدستور إلى السيد الرئيس الجمهورية فللرئيس الجمهورية سلطة تقديرية طبعا في الأخذ وعدم الأخذ بهذه الملاحظات أو تلك ولكن القيمة في أن نعرف ما هي مواقف التشكيلات السياسية من الوثيق هذه الديمقراطية حبينا نعرف الرأي ورأي الآخر لماذا مثلا المعارضة أو جزء من المعارضة تتحفظ على هذه الأحكام لماذا حتى في الموالات لماذا نحن ورفعنا تحفظ بخصوص الفقرة 2 من مدى 51 هذا هو هذه الديمقراطية حتى يكون هناك حوار تفاعلي داخل المجتمع والحجة ورأي راجح في الحقيقة هو الذي يأخذ بعن الاعتبار في النهاية وماذا ننتظر ربما بعد من تغييرات في ساحة سياسية وأكذا على مستوى السلطة أو في حتى الجهاز التنفيذي بعد المصادقة على تعديل الدستور وبعد المصادقة على الدستور دعيني أيضا أوضح نقطة هو الدستور لا يصبح نافذ يوم سبعة غد النساء الدستور هو قانون على كل حال قانون سيصدر قانون متضمن تعديل الدستور كل قوانين الجمهورية لا تصبح نافذة إلا بعد صدورها في الجريدة الرسمية ولرئيس الجمهورية مهلت مدة 30 يوما من تاريخ المصادقة على هذا المشروع لإصداره في الجريدة الرسمية لأن القوانين يضفي صيد الرئيس الجمهورية عليها طابع التنفيذ أو طبع الإلزامية التنفيذ منذ التوقيع والنشر في الجريدة الرسمية إذن فلننتظر ما هو التاريخ الذي سيوقع فيه سيد الرئيس الجمهورية ويعطي نقطة انطلاق التنفيذ لهذه الوثيقة ثم أنا أتصور مباشرة بعد أن يصبح دستور نافذ أن هناك أولويات الأولويات ينبغي أن تنسجم نصوص القانون العضوية التي تتعلق بصير البرلمان لأنه هو الذي سينظر في القوانين العضوية وغير العضوية التي ستتضمن كيفية تطبيق العديد من الأحكام اللي ورده في الدستور إذن ينبغي أن يراجع القانون العضوي 9902 النظم للعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان ثم ينبغي أن ينظر أيضا بالموازات مع ذلك أن يعيد النظر في النظام الداخلي للمجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة حتى تكون أيضا أحكام النظام الداخليين تنسجم مع أحكام الدستور وحتى النظام الداخلي للمجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة سيرفع إلى المجلس الدستوري أيضا لفحص مدام مطابقته مع الدستور الجديد وهناك جملة من القوانين العضوية خاصة منها كل القوانين العضوية هي في الحقيقة مهمة الآن ما يتعلق بأول إجراء على مستوى الجهاز التنفيلي كما تفضلت سيدتي هو أنه للوزير الأول يقدم استقالته لسيد رئيس الجمهورية وفق المدى استوثمانية بارك الله فيك ونعتقد أنه لا يمكن الحديث عن تقديم استقالة للوزير الأول غدا أو بعد غدا إلا عندما يصبح الدستور نافل لماذا؟ لأنه هناك جديد في الدستور الجديد طبعا هو إجراء الاستشارة مع أغلبية البرلمانية من طرف سيد رئيس الجمهورية يعني بخصوص الاسم اسم الوزير الأول فلن يكون هذا يعني معمول بيس إلا بعد أن يصبح الدستور نافذ ولن ننتظر أنا في تصوري لن يصدر الدستور قبل تاريخ 3 مارس 2016 لماذا؟ لأنه في الحديث عن المادة 118 من المشروع القانون المتضمنة عديد الدستور الآن قال إذا تم المصادق على دستور اليوم سبعة وكيف يصبح أو ما هو مصير البرلمان الحالي وهو في عطلة برلمانية لأننا نقول بأن البرلمان الحالي ينعقد في ظل أحكام الدستور الحالي وفي ظل نظام الدورتين أغلق الدورة الخريفية يوم 2 فبراير وله أن يفتتح أشغاله في الدورة البرلمانية يعني اليوم الثاني من العمل لشهر مارس وعلى أن يكون ذلك عند الزيم جوروفراب يكون 2 مارس فيستأنف أشغاله بطريقة قانونية شرعية وقد يصدر القانون الموقع من طرف سيد رئيس الجمهورية في الجهد الأصمية بعد هذا التاريخ أي يعني بعد 2 مارس وقبل 7 مارس يعني هكذا عندما يصبح الدستور نافذ يصبح الدستور نافذ في ظل يعيقات دورة ربيعية وفقا لأحكام الدستور الماضي يعني بعدين عند ميزة القانون الجديد نصبح نتكلم عن الدستور الماضي يعني الدستور التعليوم سيصبح بعد ذلك الدستور الماضي إذن هكذا نغلق باب الجدل والتأويل ربما حتى يكون تأويل مغرض ويشكك في شرعية البرلمان الحالي إذن نتصور أنه تصبح القانون كل هنا فبعد استئناف البرلمان للدورة الربيعية وفقا للمادة الحالية طبعا وننتظر تفعيل المادة 118 بعد صدور القانون في الجهد الرسمية أي بدءا من 2 سبتمبر 2016 هذا هو موعد العمل بنظام الدورة الوحيدة النظام الدورة البرلمانية الوحيدة نعم سيد حسين خالدون أختم فرصة حضرك معنا في الأستوديو الحديث ربما أيضا عن شق آخر في الجنب السياسي دائما طبعا تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال الوزا حنون التي تثير الكثير من الجدل خاصة في انتقادها المستمر للأمينة العام للأفلان سيد همار السعداني لو نتحدث عن ربما التراجع الملحوظ في نشاطها سواء تغيبها عن اجتماع المجموعة 19 ناقص 4 وأيضا عدم مشاركتها في الاجتماع للجنة المشتركة الموسعة ونابعا عنها التعذيب نائب رمضان التعذيب كيف ربما ترون هل هذا ربما راجع ربما بسبب ربما مواقف هل تشنج الواسرة الذي يعيشه الحزب العمال أم إلى ماذا والله شكرا على ذلك وفي الحقيقة هذا السؤال يطرحي للسيدة الوزحنون يعني صراحة نحن في جبه التحر الوطني نؤكد لكم بأن الأخ الأمين العام سيد عمر سعداني طوا هذا الموضوع تعالى الجدل أو التراشق كما سميتم أنه أنتم الإعلاميون بين حزبنا وبين أي تشكلة سياسية أخرى لأنه لا يجدي ولا ينفع هذا النقاش نحن عدنا أولويات في جبه التحر الوطني سيد الأخ الأمين العام وقيادة الحزب الآن منكبة وهي تصر ليلة نهار على العمل في إيطار طبعا مراجعة الدستور وهناك أيضا ملفات أخرى فنحن نرى بأنه لا فائدة ولا طائلة من وراء هذا التراشق في التصريحات سواء في جبه التحر الوطني أو فيما بين كل تشكلات سياسية الديمقراطية تحتاج إلى حوار بين كل تشكلات سياسية نحن نستمع إلى سيدة لويزة حنون وإلى كل رؤساء الأحزاب وإلى كل كيادات الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة السياسية بما ينفع بما ينفع حوار وطني بناء هادئ أراثين بما ينفع تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في ظل إصلاحات سيدة رئيسة الجمهورية تعزيز الديمقراطية الرأي ورأي الآخر النقاش المثمر الإيجابي الذي قد يفيد الأمة فيما تصبو إليه الأمة ولكن الحديث عن هكذا تصريحات وأوضاع الحزاب السياسية ونظامية نحن لا دخل لنا ونزد نوضح ونزد نأكد من هذا المنبر بأن جبهة التحيير الوطني لم يكن لها أي يد فيما يحدث في حزب العمال هكذا يحدثون أمور وهذا الحال صراحة للأخ الأمين العام وكان سبق لي أنا وفرحنا كلمني لأخ رمضان تعزيز وقطبت منه صراحة قد منا ملف إذا عندكم أدلة على أن هناك منظم في جبهة الوطني يعني يحركون بعض الإطارات لديكم فالأخ الأمين العام مستعد أن يفتح تحقيق في هذه القضية وسيتخذ إجراءات صارمة عقبية ضد كل من يثبت في حقه أنه تدخل في شأن حزاب أخر لماذا؟ لأن الأخ الأمين العام كل توجيهات يوصي كل فراد أو أعضاء القيادة بتحليب الانضباط العمل على تهذيب العمل الأخلاقي العمل السياسي أخلقت العمل السياسي وأعتقد أنه ما يقبل شي أبدا لكي يكون واحد يعني يروح يخلط في أحزاب وحد أخرى هذا ليس من الأخلاق وليس أيضا من باب التهذيب الذي نتحدث عنه نحن نريد لكل التشكلة السياسية تشتغل في هدوء تتعامل معنا نسمع لها نسمع لهم هنا في طال المبادرة في الحقوق الصغير في طال المبادرة الوطنية التي أطلقناها والآن تشتغل في هدوء حتى نمر وإن شاء الله يتم تمرد الدستور نحن ماضين في المبادرة نتعنا ونحتم سيدة لويزة حنون كل التشكلة السياسية بعثناهم دعوات وطلبنا منهم باشي يقرأوا الوثيقة نتعى المبادرة التي يطرحناها وننتظر الردود ونزيد نقول من هذا المنبر أيضا بأن الباب مفتوح لا يزال الباب مفتوح كل التشكلة السياسية مرحبا مهما كانت الآراء هل هي الديمقراطية الحقيقية نريد أن نتعاون من نجل الحوار إيجابي إن شاء الله ولا أشكرك أيضا بدوري سيد حسين خلدون المكلف بالأعلام على مستوى جبهة التحرير الوطني على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لكم بارك الله وفيك